بسم الله الرحمن الرحيم من اللغة الفرنسية سنرى ابتدائي هنشوفوا الموضوع هذا المتعلق ب الاكتيفتي دولونج متعلق ب الاكتيفتي دولونج يعني انشطة اللغة عندنا فوكابيلاير ليكسيك طبعا الحال كنا قد تكلمنا في احدى الحلقات عن الفرق بين وكابيلاير وبين ليكسيك وشنو تتعني كل كلمة من هدى الجوج طبعا الحال عموما وباختصار سبقا لنقلنا بان ليكسيك المقصود به هو مجموع الكلمات دير واحد اللغة كما تكون دللغة يعني المجموع دي الكلمات ديرها كل الكلمات المستعملة في هذه اللغة تنجمعوها في ما يسمى ليكسيك حالا تنقولو احنا المعجم طبعا الحال هاد ليكسيك هاد المعجم دي لدلغة من اللي تنجيو نشوفو الكلمات اللي تتضمنها طبعا الحال غالقاو هادوك الكلمات ماشي كل هم تيعنيو واحد الموضوع معين يعني متالان لدخلنا اللغة الفرنسية اللي عندنا ندابة الى شفنا قاع الكلمة اللي كينين في هذه اللغة ما غالقوهم ش كل هم تيتحدو على المدراسة او كل هم تيتحدو على البحر او كل هم تيتحدو على الصحة مستشفى المعرض الى اخره اذا مطبع الحال بل غالقوا فيهم كلمات مختلفة في جامع الميادين فالاخدهنا مثلا ان هاد اللغة اوغندون القلب وانفرزو هاد الكلمات ديولة غالقو مثلا كلمات التعليق بالمدراسة غالقو كلمات قلمون مستراتون قسمون معلمون اداراتون غالقو مثلا ساحاتون غالقوا تلميدون تلاميدون غالقو طاولة إذن هذه الكلمات طبعا الحال هي تتعلق بالتدريس أو بالمدرسة إلا جينا أو الثاني قلبنا في كلمات أخرى غلقوا مثلا تتهم ميدان الصحة إذن طبعا الحال غلقوا مستشفى غلقوا صيحة غلقوا مرضون غلقوا علاجون غلقوا حقناتون غلقوا أقراص يعني غلقوا مجموعة من الكلمات تتهم هد الميدان ميدان الصحة طبعا الحال المستشفى وكل أمور المتعلقة به من قاعة الفحص من قاعة الأشياء من أطباء من أطور إلى آخره طبعا الحال هي من أجل الصحة من المواطن إذن نتكلم عن ميدان الصحة وإلا بشنا مثلا البحر غلقوا مثلا بحرون غلقوا سمكاتون غلقوا سافيناتون غلقوا سناراتون غلقوا صيادون إذن واحد المجموعة دي الكلمات تتهم المجال دي البحر إذن إلا أخذينا مجموعة الكلمات اللي تتكلمون عليها قبل قليل اللي تتهم مثلا الميدان دي البتدريس إذن هنا تتكلموا على فوكابيلار خاص بالنسينيومون خاص بالتعليم ومن اللي تتكلموا على الكلمات الأخرى كل كلمات غنجمعوها في أحد الجدول مثلا الكلمات اللي تتهم مثلا المستشفى إذن هد الكلمات إذن طبعا الحال نسميها أيضا فوكابيلار خاص بلاسونتي وإلا بشنا مثلا المجال دي البحر غلقوا الكلمات طبعا الحال متعلقة بمجال البحر بحل صناراتون بحل صيادون إلى آخره إذن إلا أخذينا هذه الكلمات ككل وجمعنا مثلا في أحد المنجد صغير إذن طبعا الحال هنا سنتكلم عن فوكابيلار متعلقة بلمع مثلا بالبحر إذن طبعا الحال فوكابيلار كما قلنا فيما السابق ما هي إلا مجموعة صغيرة ضمن واحد المجموعة كبيرة اللي هي المعجم دي اللغة ككل إذن طبعا الحال لكسيك هو مجموعة من فوكابيلار إذن فوكابيلار هو ضمن لكسيك إيه الليلة حددنا إيه الليلة تكلمنا على لكسيك وحددناه هنا غنقوله بأن المعجم ولكن عش من المعجم متعلق مثلا بلا مالادي أو متعلق بلا صونتي يعني تنتكلموا على المعجم ككل حتى أن السامع تظن بأننا غن تكلموا المنجد ككل دي اللغة ككل فإذا بنا في الأخر تنحصروها تنقوله فقط المعجم المتعلق بلا مالادي يعني بالمارض أي لا صونتي أي ألا صونتي وعنده علاقات بالصحة بحل اللي عدنا هنا بحل اللي تنشوفو هنا عدنا لكسيك غولاتيف على مالادي أي على صونتي وممكن أننا نقول فوكابيلار غولاتيف على مالادي أي على صونتي ولكن الليكسيك رأو سع وأكبر من فوكابيلار إذن هنا بطبع تحل تكلمنا على الليكسيك ولكن قلنا غولاتيف كيا إن عولاسيون اللي عنده علاقة غولاتيف تنتكلموا على غولاسيون يعني العلاقة إذن هنا كأننا نقول بأنه متصول تنتكلموا لوحد المنجيد متصول باش بالمارض بالصحة متصول يعني عنده علاقة إذن الليكسيك غولاتيف على مالادي أي على صونتي إذن هنا بطبعات الحال فالموضوع دينا هنا هنشوفوا كلمات بطبعات الحال مغنشوفوش كل كلمات وإلا فيراها يعني ميدان واسع تنشوفو الطبيب بش حال تقرأ بش يعرف كل أمراض وكل الكلمات والمصطلحات وشناي بطبعات الحال شناي المسببات ديالها والعلاقات الموجودة بيناتها إذن بطبعات الحال فهو ميدان شاسع طبعات الحال هنا غنشوفو بعض الكلمات المتعلقة بلا ملادي إلى صونتي عندنا هنا جولي لوتكست يعني أنا أقرأ النص عدنا سليمان أمالات يعني سليمان مريض إل أ دولافياذر إل أ دولافياذر يعني عين داهو حمى ركزو على هات جوزي الجمل عدنا عدنا سليمان أمالات وعدنا إل أ دولافياذر طبعات الحال في الجمل اللي وليش مستعملنا استعملنا لغغب أتخ يعني سليمان هو نفسه مريض تصور معايا ده بغي نتكلمه لسليمان بأنه كان في السابق في الماضي بأنه كان مريض شنو عنقوله عنقوله مثلا سليمان أعطي مالاد نفس هادئة طبعات الحال صرفناه في لوباسي كومبوزي يعني هنأتي بالينا بأن سليمان كان مريضا هاد كان شنو هاد كان رافيعل تنقول حنا فعل ماضي ناغيس المهم أنه فعل يعني كان مريض إذن سليمان أعطي مالاد يعني أن سليمان كان مريضا ولكن دابا سليمان هو مريض دابا مش مريض في السابق في الماضي هو مريض الآن إذن بحل سنقوله سليمان بدل أننا نقول كان نقول كائن الآن مريض كائن الآن مريض إذن هذا هو آدخ لتنتكلمه له وتنعود نذكره بهنا حيث طبعا الحال ببعض يلقى مشكل في فهم الفعل إذن سليمان أمالعد يعني سليمان هو الآن مريض نفسه داته مريض الآن إذن طبعا الحال ستعملنا آدخ هنا شنو عدنا عدنا لوفارب أفواغ طبعا الحال عموما تيكون مراه مثلا إسم أما إلا كان مراه فعل فهو تيكون مجرد أكسيليار وأيضا هذا آدخ إلا كان مراه فعل فهو أيضا يكون مجرد أكسيليار وأكسيليار يعني مساعد غير تيعون يعني ما شوه الفعل اللي بغيناه غير إحنا بغينا واحد الفعل آخر هو اللي يكون في الجملة وباش هذك الفعل يكون في واحد الجملة وبغيناه يكون في واحد الزمان مثلا في الباسي كومبوزي مثلا أو البلوسكو بارفي إلى آخره إذن ما يمكن يكون هذك الفعل بذلك الشكل إلا إلا ساعدنا أدخ أو أفواغ حنشو يغن نعطو مثال عدنا سليمان أي مالاض يعني أنه هو الآن كائن مريض وعدنا إلا دولافيار يعني هو عنده حمى ممكن أننا نقول إلا دولارجان إلا عنده نقود نفس أد أفواغ طبعا الحال سرب ديال أدخ حنشو تنقولو تنقولو جسوي مثال أقول جسوي مالاد تي يمالاد إلا مالاد نصام مالاد وزيت مالاد إلا سام مالاد حنشو نقولو جه دولافيار عين دي حم عين دي تنملكا بحال غنقول جه دولارجان جه ينعاxton هندي حم بحال تنملكها يعني أهدا دي ملال ت Period حيث تتقالو بهذه المعنى إلا نقول جه دولافيار تي دولافيار إلا دولافيار نت salvo دولافيار عين دناهم عم وزيت آبل دولافيار عين ديهم حن علدنا إذن هذا الوفاب أتر وهذا الوفاب أفوار باش نعرف الفرق بينتهم إمتى تكون مساعد كما ذكرنا قبل قليل من اللي تكون مرام فعل مثلا أقول سليمان أباتي يعني أن سليمان انطلق هنا أدى المقصود بالصرف ماشي نقوله على سليمان كان أو هو كائن الآن لق عدنا الغراض نقوله بأن سليمان انطلق ذهب عدنا الغراض نتكلمه للذهاب ولكن ذهب رأى في الماضي إذن مايمكن يكون هاد بارتيغ في الماضي إلا مع أتر وعلاش مترناش أفوار إلا قلنا سليمان بحل سليمان هو اللي داشي حاجة يعني هي مكيناش ولكن احنا غير قربنا المعنى ولكن متنقوله اه بارتي هذا أيضا دي ما تعني الشخص تعني الدات ديال الشخص هو لي مشاق هنا قد نق هو لي مريض الدات دياله دات دياله لمريضة إذن مدام أننا نقول إذن مدام أننا قلنا سليمان إبارتي يعني اديها بشكل يمشى وش هو اديش حاجة اخرى لم اديش حاجة اخرى هو ليمشى بالدات ديله هذا كل فعل تطبق عليه هو اذا انا غنستعمله اتخ وهذا قلناه بغيري ما مرة اذا طب هاد الحال اتخ تنتكلمه على الكينونة الاش في الترجمة ديله غنلقوه الكينونة ايام تنتكلمه على كان هو دبا كين هذا هو المقصود بالكينونة يعني هو بالدات ديله را كين ماشي ما كينش يعني را موجود موجود كيفاش هو مالاد موجود مريض هذا هو الوجود ديله كيفاش دير مريض اذا سليمان اي مالاد عندنا هنا نعود لأفواه ممكن انه يأتي بعده فعل ويكون اكسيليار يكون فقط مساعد بحال هاش بحال مثلا ناخدنا فعل مونطي مونطي هي صعادة هدا مونطي طبات الحال ممكن انه يتصرف مع ادخ وممكن يتصرف مع افواغ ماشي بحال بارتير بارتير يعني انه تهم الشخص غالبا يلاقلنا بانه فلان انطالق معمرنا تنتكلمه على شي واحد انطالق بشي حاجة يعني هو اللي تنطالق يعني هو ولكن بحال مونطي وكان افعال كوتور انه يتصرف مع افوار ويتصرف مع ادخ اذا لقلت مثلا جي مونطي مثلا مقصود انني ساعدت بشي مثلا اقول جي مونطي يعني انني ساعدت بحد الحقيبة ولكن لقل جي سي مونطي المقصود انني انا الذي ساعدت اذا طبعا تحال افواغ طبعا تحال هناك افعال اخرى تتصرف مع افوار مثلا لوفير مونجي يعني في الغالب يعني ما يمكن لنفس نقوله مثلا جي سوي مونجي انا تكليت اذا في الغالب نقول جي مونجي يعني انا اكلتو اذا لوفير مونجي يعني انه تتصرف مع افوار يعلىش لان الفعل غالبا تتطبق على حاجة اخرى متيتطبقش على السيد اللي قام بالفعل إذا نقول مثلا جاي مانجي هنا بطبعات الحل كما تلاحظوا إلي قلنا جاي مانجي المقصود أنني أكلت مثلا أقول جاي مانجي يعني أنا أكلت وتفاحة إذا بطبعات الحل الأكل وقع على التفاحة إذا هنا عندنا الغارات نصرفه مانجي ماشي أفوار أنا بغيت نتكلم على الأكل جاي مانجي أما اللي تكلمت على الحاضر فأقول جاي مانجي ما غني نحتاج لأفوار ولا أتخ إنت غني نحتاجه غني نحتاجه من اللي نبغي نصرف ذاك فيعل أكلة فيعل دهابة فيعل تمشا فيعل كاتبة فيعل قراءة فيعل نهاضة إلى أخيري من اللي نبغي نصرف هذي الأفعال في الباسي كومبوزي أو في البلوسكو بارفي إذا هنا غني نحتاج أتخ لأفوار أما إلا صرفت هذي الفعل في البلوسكو بارفي في كل لاتون سيمبل لاتون سيمبل ما تحتاجوش أتخ و أفوار أما لاتون كومبوزي بحال باسي كومبوزي بحال البلوسكو بارفي ضروري نعيطو أو ناديو على أطخ أو ناديو على أفوار باش يساعدنا وباش يظهر في الجملة بوحد طريقة معينة باش بالتالي يبلين بأن الفعل الآخر المستعدة بأنه مصرفة زمان مثلا أنا بغيت نصرف لوفير بمانجي في الباسي كومبوزي بغيت نقول بأنني أكلتو ممكن ليش نقول أكلتو الليلة كان معي أفوار في البريزن أقول مثلا جي مانجي أنت أكلت تي مانجي هو أكل إل أمانجي نحن أكلنا نوزاوان مانجي نفس هد جي تي إل 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 جي دو ل الفي تي دو ل إل إل أ دو ل نو نو ل ل في إل إدن باش نعرفو الاستعمالات دي ال أفوار و إت كي باش تتم نكمل الجملة يعني أمه ل مان يعني أن تأخذوه نحن بطبيعة الحال معدناش يعني أن أخذته يعني هي تأخذوه الآن ولكن رغم أنها تأخذوه الآن كما هو في الجملة هنا المقصود بأن أخذته إدن يعني أن أمه تأخذو المقصود أن أخذته شيلو بيدياتر يعني أن أخذته عند طبيب الأطفال عند طبيب الأطفال ل مدس الإكزامين يعني أن الطبيب يفحصه عدنا هنا ل أمان هنا الإكزامين فالأصل هنا عدنا ل أمان سمام ل أمان يعني أمه أخذته تنشوفو هنا أمه طب هات الحال تتكلموا لها إسم طب هات الحال تتكلموا لها إسم يعود له الأم تعود له باش نقولو بأن تأود له تنستعملو هات الساق ولكن هنا شنو تأخذه هاتي الأم ميلكون له سامام تنقولو سا عاجل يعني ميستارته سامام يعني أمه هنا شنو عندنا هنا عدنا فعل ماشي إسم بحل هنا هاتي الفعل تم عليه كيباش تم عليه يعني تمارس عليه هات آمن يعني أنك تأخذه شخصا إلى مكان معين إذن هنا الأخذ تقام عليه الأم أخذته ماشي هو اللي يخذش هو يحد أخر الأم أخذته إذن هو اللي يتخذ إذن هاتي الفعل تمارس عليه إذن سامام لامان طب هات الحال لو أننا كنا تنتكلمو على بنت ماشي سليمان إذن سنقول سامام لا أمان غتكون عدنا لا هنا غتكون عدنا واحد آنق ولكن شنو عدنا هنا عدنا أ عدنا لأمان يعني أننا تأخذه وعلش ما خليناش هاتي الأ لحقاش هاتي الفعل اللي مبدي هنا حتى ونبدي بفويال إذن طب هات الحال تنطيرو هاد الفويال لول وتنديرو أبوستحوف باش تجينا في الكلام سهلة بدل أننا نقولو سامام لأمان اش تنقولو تنقولو سامام لامان سامام لامان يعني أن أمه تأخذه تأخذه إذن نفس الشيء هنا لوماتسه لأقزامين هنا الأم تأخذه هنا الطبيب يفحصوه نفس الشيء نحن عدنا لأقزامين لوماتسه لأقزامين يعني أن الطبيب يفحصوه يفحص سليمان هاد قال تتعوض لنا سليمان باش ما نعوضوش بدل أننا نقولو لوماتسه إقزامين سليمان عش تنقولو لوميتسا لإكزامين وبادل أن نقوله لاماما أمان سليمان شنو قلنا؟ ساماما لامان إذن هاد قال أبوستروف لتنشوفو هنا طب هاد حال تتعوض لنا سليمان إذن لوميتسا لإكزامين نفس الشي حيدناه ده وقدرنا أبوستروف إذن ساماما لامان الشي لبادياتر لوميتسا لإكزامين أقدم يعني أن الطبيب يفحصوه ده فين غير يفحصوه؟ ده لسال لسال دي لش؟ كنش فينه ده مصطلح ده لسال ده كونسلتاسيون إذن ده لسال ده كونسلتاسيون يعني أنه يفحصوه في غرفة الفحص إذن طب هاد الحال كما تنشوفو الآن إكزاميني هي فحصة وعدنا كونسلتاسيون الفحص طب هاد الحال الفحص دي الطبيب اللي عندنا هنا يتعبر عليه بجوجة اللي معاني تيتعبر عليه بمسألة كونسلتاسيون كونسلتاسيون يعني أنك تتبشي تفحص عندو يعني أنك تتقوم بوحد الفحص عندو كونسلتاي كونسلتاسيون وكننا شرحنا هاد كلمات كونسلتاسيون يعني كأنك تستاشير ولكن كما قلنا بأن الطبيب كونسلتاسيون بشي يقول لك دك الشيل تتستاشير عليه دارون يقوم بوحد العمل كونسلتاسيون إذا سمينا هاد القسم لاصال دو كونسلتاسيون أما إكزاميني أما إكزاميني لو غرب إكزاميني مقصود به فحصة وهو اللي تتجمنوا كلمات ليكزامة ليكزامة تنعرفوه والامتيحان طب هات الحل الامتيحان اللي تقوموا بالطلابة اللي تقوموا بالتلامد في آخر السنة مثلا هاداك باش نفحصوا التلامد ونشوفوهم هوش فاهمين وما فاهمينش هوش فاهمين ولا ما فاهمينش إلا كانوا فاهمين الدروس ديلهم هندو وزوهم القسم آخر باش يتعلموا معارف أخرى ولا ما كانوش فاهمين هذه الدروس طب هات الحال ممكن يعودوا السنة باش يفاهموا الدروس بشكل أكبر وباش يبنيوا باش يبنيوا عليها مفاهم أخرى فيما بعد إذا نتكلم عن اللي اكزامة اللي اكزامة المقصود به هو الامتيحان كما لو نقول الفحص ممكن أنه يعني الفحص إذن يعني أن الطبيب يفحصه وممكن أنه يقول يمتحنه ممكن نقول يعني أن المعلم يمتحن يعني تلميذ إذن ممكن يجيب هذا المعنى فكما أن المعلم يقدر يفحص التلميذ باش يعرف شنه هي المعارف اللي تيمتلك فكذلك كان الطبيب تفحص المريض باش يشوف المرض اللي عنده إذن في آخر المعطة باش نعنده يمتحن 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 إذن نقول عن شيء إن بأنه أو المقصود بأنه مو زعيج هنا هنا إذن لا يسا له شيء طبعا الحال هنا عندنا أفواغ نفس هذه الأفواغ اللي عندنا هنا إذن إذن المقصود أنه عنده شيء حاجة من ذاك الشيء اللي تيقلق من ذاك الشيء اللي تيزعج ولكن هنا المقصود إذن يعني أن ليسا له شيء مما يزعج طبعا الحال العائلة ديالسليمان داته للطبيب وكانت في البال ديالها ربما الكثير من المزعاجات كانت تقول ربما يكون عنده المرض ربما يكون يكون عنده المشكيل ربما يكون عنده المشكيل إذن طبعا شنو قال اليوم إل نارياه دان كيطان يعني ليسا له شيء مما يزعج ما عنده حتى شيء حاجة مما يقلق إل أ تو سمبلمان لزانجين يعني هو عنده إل أ شوفنا أفواغ أحنا فعل هنا علاش حيث مراه اسم إل أ لزانجين يعني عنده لزانجين يمكن أن نقول جي لزانجين يعني عنده دبحة صدرية أو عنده دبحة خاصة باللوزتين المقصود بأنه عنده التهاب في الصدر أو التهاب في اللوزتين طبت الحال لزانجين أنهم تعنيوا هد الأمر تعنيوا هد الدبحة أو هد الالتهابات اللي تتوقع في اللوزتين أو في الصدر إدن إل أ لزانجين يعني فقط هو عنده كما لو نقول تهاب في اللوزتين يعني المسألة سهلة يعني أن الأمر سهل رغم هد الحمار رغم هد العياء والتعب يعني هو فقط عنده التهاب في اللوزتين إدن الألزانجين كالكوز انجكسيون يعني بضع حقنات انجكتا كالكي يعني أنك تحقنوه لورب انجكتي حنا عدنا انجكسيون يعني حقن إدن كالكوز انجكسيون يعني بعض الحقنات إدن سالوفرMTR يعني شو فيه ثم هو سيشفى يعني عندنا لورب غيرير طبعا الحال في الفيتور سامبل يعني أنه سيشفى في المستقبل إدن إلنا غياء دانكيطان ليس عندو شيئون مما يقلق إلنا تو سمبل موليزانجين يعني هو عندو فقط هاد التياب دى اللوزيتين إلوه مانك يعني أنو ينقصوه أش نوتين قصوه؟ إلوه مانك تو سمبل مانك كلكوز انجيكسيون أم بودورو أهل غيريغا يعني أنو ينقصوه فقط بيد حقنات هو شيئون من الراحق شوية دى الراحق يعني غيضرب غير البلاوات وشوية دى الراحق وغادي تشافق يعني غيفوتو الحال إذا هذا هو المعنى دي لابن النص لعدنا هنا إن شاء الله سنستكمل مع بقية الصفحة إلى اللقاء